السلام عليكم معكم دكتور سارة والله أنا اليوم جاي أتكلم عن موضوع طرحوا الدكتور عبدالله حمدوق في لقاء عملوا معه الفرنسية 24 ما عرف الناس لو يتفرجوا عليه ولا لا وأنا هنا ما جاي أنتقد حمدوق أنا بحاول أبعد من الجصة دي ولكن في تعبير كده من صراحة استفزاني ذكر أنه لما سألوه أن الحكومة السودانية أو ممثلية الصراع غير موجودين في المؤتمر بتاع باريس دا فذكر أن الموجودين هم ممثلين للمجتمع المدني السوداني فأنا يعني الترم صراحة استفزاني يعني وديرا ناقش معاكم شنو يعني مجتمع مدني السوداني وهل فعلا أن الناس الحايمين بيتكلموا بإسم المجتمع المدني السوداني دا بيمثلوه فعلا يعني طيب المجتمع المدني السوداني هو اللي بيتكلم عنه دا هو تقدم قحت ما بعرف الناس المعتادين يعني غيروا يسمون كل ثلاثة أسابيع دا أوكي وفي بعض الجهات الأخرى يعني ممثل لقبيلة المسالية السلطان بتاعه وفي تاني ممثلين لبعض الحركات الأخرى وذلك طبعا أنا بعتبر أنه سلطان قبيلة المسالية هو أكتبر زول بيمثل فعلا مجتمع مدني سوداني يعني رغم أنه عنده منصب دستوري منصب يعني بيتكلم من خلاله لكن أنا بفتكر أنه عنده أكتر واحد بيمثل لأنه لو جينا نظرنا للباقين يعني خلينا نشوف الباقين دين اللي هم في غالبيتهم أحزاب سياسية تتحدث عن في غالب الأحيان أنا غايته دا الإحساسة عندي يعني عن مصالحهم الخاصة وخلونا كذي نشوف هي من الأحزاب دي ذاتي يعني الأحزاب الطائفية المعروفة اللي هي من منذ استغلال هذا البلد أو عدم استغلاله حزب أمة حزب الاتحاد الديمقراطي أنا الأسامة الثانية تحت الاتحاد الديمقراطي دي ما بعرفها لكن بعرف باسم الاتحاد الديمقراطي ودي أحزاب طائفية جهوية وبأيدولوجية دينية ويتم توارث قيادتها وكده وحتى حتى الشعبية بتاعتها أو حتى المريدين ودعمينهم وأرضيتهم وشعبيتهم فيها نوع من التوريس أنا حاقوم في بيت جدي كان حزب أمة وأبوي حزب أمة وأنا حابقى حزب أمة وكذلك في الاتحاد الديمقراطي نفس القصة الجدي كان والأبو كان وأنا حاكون ما لأنه أنا قاعدت فكرت والحكاية بتاعت ما يطرح الاتحاد الديمقراطي أو ما يطرح الأمة دخل مخي وفهمته وفعلا بيتماشى مع وضعي الحالي وبيخدمني ولا أنا مقتنع بي أو يعني فإبقى الوراسة هنا هي سيدة الموقف توارث الحكم وتوارث قيادة الحزب وتوارث الانتماء للحزب والانضمام له وتكوين شعبيته أوكي فدي الطائفية والجهوية والأحزاب دي ودي الأكبر حزبين يمكن في تاني حزب الحزاب الأيدولوجية التانية البحث والشيوعين والكلامات دي وتاني في حزب المؤتمر السوداني حزب المؤتمر السوداني دام حزب حديث الإنشاء يعني مقارنة بالحزاب التانية في منتصف الثمانينات والأكيد لما كان عملوه رسميا وهو يعني حزب من ناحية تفكير وأيدولوجية وشعارات يمكن يكون أفضلهم يعني نحن كلنا كنا في الجامعة وكنا واكفين مع المستقلين دي اللي هما نواة حزب المؤتمر السوداني وكان عنده شعبية كبيرة وسط الطلاب في الجامعات وكان يعني من هما اللي كانوا موازين للكيزان واللي هما واكفين ليهم ومعارضينهم ويقفوا ضدهم في الانتخابات وبيفوزوا وكذا يعني يعني الهاجين كانوا دعموا وسط هذه المجموعة اللي هي طلبة الجامعات والمثقفين والكلام ده فمن ناحية أفكار كلنا بنتفق معه أنا شخصيا كنت دعمهم وهم في الجامعة بما إنهم ضد الكيزان وبما إنهم بيتوافق معهم في تفكيري من نواحي كثيرة يعني ولكن للأسف هذا الحزب ما عنده شعبية وما عنده أرضية كبيرة في وسط المجتمع وسط السودانيين يعني جست هذه الفئة المتعلمة واللي طلبة الجامعات والمثقفاتية وكذا هما ناسهم يعني طيب يبقى تمثيل هذه الأحزاب وإذا إحنا حصرنا تعريف مصطلح مجتمع مدني فقط على أحزاب السياسية وده كلام غير صحيح طبعا كل زول فاهم كلمة مجتمع مدني دي بطرق مختلفة ولكن هي يفترض إنها بتشمل مجموعات تمثل قضايا مجتمعية وتوجهات مجتمعية ومجموعات موجودة هناك يعني مثلا النواد الرياضية تعتبر جزء من المجتمع المدني النواد الثقافية الناس اللي عندهم قضايا معينة واقفين وراها قضايا حقوقية أو كذا دي يعتبروا المنظمات التطوعية المنظمات الخيرية دي كلهم ناس تبع أو يدخلوا تحت هذا المسمى الأحزاب السياسية كذلك ممكن يعني فالمسمدة لا ينحصر فقط على من يقوم بعمل سياسي لما سليم الكلام ده ولكن حتى السياسيين اللي نحن قلنا أو من يتكلم عن إنهم أو بيفترض إنهم بيمثلوا المجتمع المدني السوداني هل حزب الأمة بيمثل زول هنا دلوقتي في المعمع اللي نحن فيها دي هل الاتحاد الدموراتي بيمثل غير الناس الوارسين القصة دي هل المؤتمر السوداني حزب المؤتمر السوداني بيمثلنا السعب التفكير والتوجهات بتحته دي نحن خلينا نشوف القصة دي كيف نفرتك شوية كده الحاجة التانية في بعض الناس بيفهموا قصة مدني على أساس إنه موازي أو التعبير اللي بي يعني يصف غير العسكري وده برضو طريقة أخرى للفهم الأمر يعني وفي ناس بيقولوا مدني عشان يفصلوه يعني نقول لك المجتمع المدني عشان يفصلوه من إدارة الدولة والحكومة والكلام برضو دي نوع من التفكير على كل حال أنا حابة أتحدث عن هل دي اللي بيدعو إنهم ممثلين للمجتمع المدني السوداني فعلا بيمثلون ما إنت عشان تكون ممثل لمجتمع كده مفروض تكون جاي من وسط هذا المجتمع وتتحدث عن قضايا بتهم المجتمع إحنا البلد دي ليها زمن كانت غير مستقرة وغير ما مش صح وناس قامت بثورة والثورة اللي هون إحنا عارفين سيحصل عليها شنو انتهكت وهضمت و تم التنكيل بيها يعني رغم إنه لسه في قلوب كثير من السودانيين إن شاء الله ولكن ما في استقرار ما فيش الناس ما فاضية وما فضت عشان تفكر البلد محتاجة شنو عشان تنهط وحال هذا المواطن السوداني يتحسن لينا مما جاء الكيزة من قبل الكيزة عن في الحقيقة طيب طيب هل بيعتقد أي شخص إنه هؤلاء الناس اللي بيدعوا إنهم هم ممثلين للمجتمع المدني السوداني بيمثلون فعلا إذا كان دلوقتي أهم قضية حاصلة دلوقتي على المواطن السوداني هي مسألة هذه الحرب وهذه الحرب اللي حدست في 15 أبريل 2023 قلبت أي ميزان كان حاصل في السودان الناس كانت شغالة بالشعارات بتاعة أي والله دائرين ديمقراطية ودائرين مدنية والعساكر دين لازم مشو السكنات وذل ما بعرف الجين جوي دي حصل اليوم وبدع ولكن بمجرد ما قامت الحرب القصة اختلفت ونحن شفنا الاختلاف شكل شمي نحن بيقين في البقاء بقاء الدولة وبقاء المواطن السودان كأفراد وكدولة دي بيقية القضية تحول الأمر من هذه المطالب اللي أنا باعتبر دلوقتي مطالب فيها رفاهية لما تجد تقول أنا دائر ديمقراطية ودائر مدنية ودائر حكوم مدنية ودائرين نصلح الجيش هل الكلام دا دلوقتي يعني يعتبر مناسب في الوقت الحالي أنت لما تكون متمسك هذا التمسك المتعنت بهذه الشعارات ما في ذلك معترض على الشعار نفسه نحن معترضين على التوقيت بتحكم وعلى إن عداما مرونة في تغيير المواقف عشان أنتوا فعلا تكونوا ممسلين للمجتمع المدني السوداني لسه الناس بتتكلم في هذه الشعارات اللي ما يعني أنا دلوقتي امرأة تم تشريدي تم نزحت أو لجأت سموير وطلحت من بيتي وعرض لي إنه يتم اقتصابي في أي لحظة لأنه ما في غانون دلوقتي ما فيش حاجة بتمنع الجنجويدي يدخل عليك بالمندقية ويقتص بك يعني ما في حاجة بتمنعه المرأة دلوقتي دائرة تجيب ليها ديمقراطية ودائرة تجيب ليها مدنية هل هؤلاء الناس إذا كانوا فعلا يتحدثوا باسم المجتمع المدني السوداني يتكلموا عن هذه الشعارات الفجة والفاضية ناو الآن ها 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 مفروض انه انت تكون في خندق واحد مع هذا المجتمع اللي انت بتمثله وتتحدث بالمطالب المنطقية المتناسبة ها مع هذا الموقف او مع هذا الوضع ان احنا فيه انا عاوزة زول يتحدث يعني يتكلم لي عن هذا الامر طبعا ها يجي يقول ليك ما احنا ما طالبنا بيقاف الحرب هي دي اكبر كذبة ها اكبر كذبة عملوها الناس دي ها عشان يطيلوا امد الحرب لانه انت ودلوقت الكلام ده بيقى واضح لكل سوداني بالمناسبة حكمك على افعالك او الحكم على الافعال هو بيقى سيد الموقف انا لما انت طالع لي بيان ها في صفحة ساموير صفحة يشوفوها الناس اللي ما يشوفوها وتقول انا ادنت جرائم الجنجويد ونحنا كلنا عارفين قوة الادانة دي كانت قدر شنو وبعد شنو بعد ما الناس اكلوا لحمكم على قول الامي بعد ما الناس اكلوا لحمكم في انو انتوا واكفين وبتعايلوا للناس دي بيسوه في شنو في السودانيين وما دارين تفتع وخشمكم دا تقول بعدين تقول تطلي ليك بيان ادانة كده هزيل تقول والله الجهتين والطرفين لا لا ما في طرفين الحرب دي ما فيها طرفين بقصد انو ما فيش طرفين بيقوموا بهذه الاعمال في طرف واحد بس هو بيقوم بهذه الجرائم ما في واحد فيكم يا ممثلين المجتمع المدني السوداني طلع ويتكلم قال نحن لا نقبل يا جنجويد ويا دعم سري بل انتم تعملون كلها كانت امور بتاعة لف دوران وواضح جدا دعمكم ها لي هؤلاء الجنجويد اللي هما دلوقت بيعتبروا اعداء هذا المجتمع المدني السوداني اللي انتم بيتمثلوا فيه ديان اعداء بعد الشي سوى في البلد دي لا تبغى ما عندي شغل السودانيين ولا ما سودانيين بس بعد الشي سوى في البلد دي الاعداء فكيف انت تكون ممثل لهذا الشعب وهو مار بالمحنة بتاعته دي وده موقفك من اللي بيحصل له يعني اوكي وبعدين الكلام الكلام بيقى ما بيجي بفايدة نحن الكلام ده بيقى ما بيدل على حاجة نحن بيشوف سلوكك بيشوف افعالك افعالك هي كالآتي انت عندك جهة تمول وجودك وتواجدك في خارج البلد بيدفعوا ليكم عشان تمشوا تعملوا مؤتمرات يحضروا ليكم هذه المؤتمرات يدفعوا ليكم لغرف الفنادي غالي انتوا بتقعدوا فيها والعربات اللي بتأجروا فيها او عندكم سلاريز عشان تقدروا تعيشوا بياه مينو بيعمل كده ما في واحد فيكم عنده شغالة ما في زول شغال يلا وروني منهم بيعمل في حكاية انا ما عارفة لكن بس سؤال الحاجة التانية لما نكون الجيش الجيش ده زي ما قلت ليكم لا بتشكر ولا الهيسري كما بيشكر ونحن كلنا عندنا اعتراض على اللي عملوه في السودانيين واللي عملوه بتاريخ هذا الجيش لكن الآن في الوضع المحن اللي احنا فيه هدي ده ياهو الماسك البلد الجيش ده الماسك البلد اوكي والبلد دي ما هيكون عندها وجود لا تقول لي مجتمع مدني ولا مجتمع غيره ما هيكون عندها وجود لو الجيش ده نهار فيبقى مهاجمة الجيش السوداني في الوقت ده انا بعتبره خيانة لوطن الاسم السودان ده واحدة من اسس اعمالكم المدنية انتو بتقولك بتهاجمه في الجيش وفي غادة الجيش وفي فكير الجيش والله الجيش ذاك سوى ونحن عارفين انه كل حاجة اذا في جريمة واحدة عمله جياشي قصادة الف جريمة عمله دعامي نحن نعرف لنعلم ذلك ما نحن ما ناس اغبية يعني الشعب السوداني ده الما ما اغبية شايفين بيعينهم منهم بيعمل في الجرائم منهم بينتهك في المواطنة الحاجة التانية انه افعالكم واقوالكم كان فيها دعم واضح للجنجويد في ناس عديل طلعوا وقالوا والله الجيش ذا نحن غير بالدعم السري ذا ما هنقدر نكسره عشان كده اذ قالت سمعنا وفي الناس اطلعوا وقالوا تبت تقولوا للجنجويد اطلعوا من البيوت عشان الطيران اضربوا كيف تكون ممثل لمجتمع مدني سوداني وتقيف مع اللجحت الله بيوت المجتمع المدني السوداني تعالوا المنطق كيف الكلام دا طيب تبقى افعالكم وسلوكياتكم مما بدت هذه الحرب لحد الان هي سواء انه بصورة واضحة او بصورة مبطنة فيها الدعم لعدو المجتمع السوداني الجنجويد ابقى كلمة ممثلي المجتمع المدني السوداني ونحن عافين ممثلين ديل مينو كلمة مستفزة ها وكلمة لا لا يجب ان تستخدم غير صحيحة غير صحيحة سموا روحكم المعارضة السودانية سموا روحكم الجنجويد سموا روحكم حاجات زي دي لكن ما تجد قون ممثلي المجتمع المدني السوداني المجتمع المدني السوداني دي الوقت قاعد في محنة وكارثة إنسانية وكارثة وجودية وانتو لسه في تيحكم ودلالكم فاكرين انو نحن هنرجع للطائفية دي وحنرجع لأسي دي وسيدك وتاني هنرجع للدي اللي يحكمون وتاني امتيازات ترجع عليهم واراضيهم وقروش والتقديس بتاعهم ده وكل شي يرجح تاني زي ما اذا في فايدة واحدة بهذه الحرب هي إنو ده ما حيحصل تاني ده تاني ما عنده وجود وانا بفتكر إنو الكارثة دي زادت من وعي الإنسان السوداني أضعاف أضعاف عشان يعرف عدوه منو صليح منو فإبقى يا ناس الاستمرار في المجابدة دي بتاعات نحن نمثلكم إنتو ما بتمثلون إنتو بتمثلوا مصالحكم إنتو دارين تحكموا البلد دي بأي تمان أوكي ودي الوقت نحن في مسألة أخرى غير الحكم زي ما قلت لكم نحن فيه حرب ضد أصل الدولة ضد كيان الدولة دي نحن اللي حرفين فإبقى إذا إنت بتمثلني مفروض تتحدث من هذا المنطلق إنو الحرب دي بتهد في كيان المجتمع السوداني والمواطن السوداني وأنا مفروض أتحدث من هذا المنطلق وليس من منطلق شعارات قديمة بالية ما applicable دلوقتي لا يمكن تطبيق دلوقتي شعارات ما وقتها ما وقتها يا جماعة نحن لسه عندنا أماكن زي جزيرة توتي مثلا قاعدين فيها الجنجويد مستعبدين أهلها عشان إنت تطلع تدخل بتدفع جروش ده لو تخلوك تطلع منها ما محروف الحاصل عليهم شو ما محروف الحاصل عليهم شو وزي زي توتي خطات كثيرة وقفين جنجويد دل ببنادقه و مستعبدين أهل المنطقة إنت جاي تقول لي أنا بمثل مجتمع المدني السوداني وتحدث باسمك وجاء دار جيب لك مساعدات من غير ما تتحدث مع الجيش السوداني ولا تعبر ولا تجيب معاك تعزم تعالي نحن نتكلم عن تقديم مساعدات للإنسان السوداني ونجحنا في إنه نغنيعه مدون 2 مليار بالله هلونا نوزع كيف لا لسه بالفكرة بتاعت إنه ده البرهان قائد غير شرعي لنفرض إنه غير شرعي دي الوقت هو القائد ودي الوقت هو الداخل في نصف مع معادي وهو بيحرك في هذا الجيش اللي هو بيحاول يمسك البلد دي فإبقى يا جماعة أنت عشان تكون إنسان منطقي وتكون قائد حقيقي وممثل حقيقي للمجتمع المدني السوداني ده خليك مرن أوكي وأجل الأجندة الغير مناسبة مع الوضع الحالي لوقت آخر وأطلع وأسمي بنفسك وبتفكيرك لمستوى متطلبات الوقت الحالي ده أنت لما تمشي كده بصورة يعني دي كلها حاجات طبعا ما مقنعة ذاته يعني أنا أمشي أتكلم مع فرنسا وألمانيا وبتاع وباقي المجتمعات دي ونحن ما عارفين نيوتهم شنو علينا الناس دي مش نتكلم معهم يقول لك أو لا هنديك 2 مليار لكن هنجيب لك عن طريق الدول الجوار ودول الجوار دي ما أظهرت غير العداء لينا جنوب السودان أثيوبيا تشاد وأفريقيا الوسطى دي الجوار اللي يجيبوا مساعدات عن طريقه ونحن عارفين إنه ده معناته هنجيب ليكم المسأسلحة وحنجيب ليكم الرجال وحنجيب أي حاج عشان الدعم السري ده يظل موجود في ساحة القتال لأنه لو هذا الدعم السري وهؤلاء الجنجويد هزموا أنت ما عندك حاجة تانية تتكلم بها ما عندك لسان تتكلم بها خلاص هزموا أنت حتكون بس مجرم حاين بالبلاد ما حتكون في حاجة تانية وجودهم واستمرار وجودهم ده هو اللي بيخلي بيديك الظهر ده بتحنبه من حتة الهد والله نحن كلنا مع مجتمع مدني فعلا يمسر مواطن السوداني ومع مدنية ومع ديموراطية ومع الكلام ده كل ولكن الحصل حصل نحن دي الوقت في كارثة كيف نتخارج من الكارثة ده السؤال الآن في ساح وماذا تقول لي لا للحرب لأنه انت اللي بتعمل فيه دم ما متماشي مع هذا الشعر لو توقفت هذه الدول اللي انت بتجتمع معاها عن دعم الجنجويد نحن كنا زمانه وانهزمناه وانت عارفين المعلومة دي انت عارفين هذه المعلومة انه لو الدعم الخارج لهؤلاء الناس توقف ما عندهم موجودان نحن بنقدر نهزمه بالإمكانيات اللي عندنا دي الوقت الجيش السوداني قادر انه يهزمه ولكن استمرار موجود بالنسبة لكم ضرورة انت بالنسبة لكم لازم الدعم السريع والجنجويد يظل موجودين بحاربه يدخلوا بيجاوي يمرقوا يدسلسوا بيه هنا ويتحشر تحت السريع الكرامات اللي بيعملوا فيها دي يعني عشان انتوا تقدروا يكون عندكم لسان تتكلموا مع العالم تقولوا شفتوا الحارب لمستمر ما هيكون في حسم عسكري ليه ما هيكون في حسم عسكري منه قال كده ان شاء الله هيكون في حسم عسكري وان شاء الله هذا الجيش يقدر يسيطر على هذا الوضع ويحفظ البلد دي ويحفظ كيانة وفي الوقت الحالي الحديث عن أي حاجة مدنية ما منطقه فرجاء يا بشر ما تاكلوا ما تاكلوا بعقولنا حلاوة يعني سودان دا بيقى فيو ناس واعين جدا وفاهمين وعارفين الحاصر وكل شي كل كلمة بتدقال من واحد فيكم وراها رجل ونحن عارفين انتوا دارين شنو دارين تحكم البلد دي بأي طريقة ولي الناس اللي عندهم عز يتفقد العوائل ذات الامتيازات دي بأي طريقة يتفقد طبعا يرجع لي نفس العز داكه ويرجع لي حقه لمحقوقه الله ينصر للجيش السوداني ويمكنوا من انه يسيطر على الوضع في السودان ويهزم هؤلاء الجنجويد ويعين الانسان والمواطن السوداني على مصيبته اللي وقع فيها ها وهؤلاء الخونة ها اللي موجودين وسطنا وموجودين بر ديل ها ليهم الله لانه نحن ما حنكون كنا في هذه الحرب طيلة هذه المدة لو لا تواجد هؤلاء لو لا تواجد هؤلاء الخونة اللي هم داعمين للعدو الواضح للمواطن السوداني اللي هم الجنجويد وبيساهموا انه الدول دي الدول اللي بتدعم في هؤلاء الجنجويد منها فرنسا دي ها يظل لهم وجود ويظل لهم كلمة ويخططوا كيف يجيبوا لهم المساعدات ان شاء الله النصر للمواطن السوداني وان شاء الله يتكون مجتمع مدني سوداني نظيف فعلا يعبر على السوداني شكرا لكم